اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على تعزيز مهارات الطلبة واهتمامها بتطبيق الذكاء الصناعي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة انطلاقا من التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم جعل البحرين تتبوأ مكانة متميزة في تقارير التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونسكو إلى جانب العديد من التقارير الدولية الأخرى التي أكدت على ريادة المملكة في مجالي التعليم والتنمية جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الختامي الافتراضي للنسخة الثانية من مسابقة أولمبياد المدارس ريادة الأعمال والابتكار الولوج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي ينظمها مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمركز العربي لريادة العمال والاستثمار التابعين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بالتعاون مع إدارة التعليم الثانوي والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار وتكنولوجيا المنظمة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وممثلي المدارس المتاهلة إلى التصفيات النهائية للمسابقة وقد شهد الوزير بهذه المسابقات التي شهدت اقبالا لافتا للمشاركة فيها من قبل طالبة المرحلة الثانوية حيث بلغ عدد المشاريع المتاهلة إلى التصفيات النهائية لهذا العام تسعة وستين مشروعا من أصل مئة وتسعين وبلغ عدد الطلبة والطالبات المشاركين ثمانمائة وثمانين طالبا وطالبة مما يؤكد نجاحها والسمعة الطيبة التي حققتها في أواصط الطلبة مشيرا إلى الدور الكبير لهذه المسابقة في نشر ثقافة الابتكار والريادة والاستثمار لدى الطلبة وتنمية مهارات البحث وحل المشكلات لديهم وللطلاء على التجارب الناجحة في مجال أعداد وتنمية رواد الأعمال وأنشاء المؤسسات سعيا نحو أكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين ومناء كفاءات قادرة على أنتاج أفكار إبداعية من خلال ابتكار الحلول للمشكلات المحلية والعالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال والابتكار وموجها شكره للجهات المتعاونة في تنفيذ هذه المسابقة وللطلب المشاركين وأولياء أمورهم الداعمين لأبنائهم من أجل تحقيق هذا الانجاز من جانبه يلقى الدكتور هاشم محسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة يونيدو كلمة أشاد فيها بتعاون الوزارة في تنظيم هذه المسابقة وتدريب المعلمين المنسقين لسقل مقدراتهم في مجال ريادة الأعمال ومتطلبات المسابقة بناء على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر